عشية قمة افتراضية يراد منها تقريب المسافة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن وروسي فلاديمير بوتين يصف لكريملين حالة العلاقات الثنائية بما يرثله وقد زادت من هوة عدم الثقة اتهامات أمريكية بغزو روسي محتمل لأوكرانيا في ظل حشد عسكري وتوتر متصاعد على الحدود وخطوط حمراء ترسمها موسكو أمام الغرب عبر الفيديو سيتحدث الزعيمان وبينهما طاولة من الملفات غاصة أخطرها أوكرانيا وعن ذلك يقدم الرئيس الأمريكي بقوله إنه لن يعترف بأي خطوط حمراء روسية في إشارة غير خافية إلى كلام الرئيس الروسي حين جعل من انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي واستضافتها صواريخ للحلف أعرض تلك الخطوط يتوقع أن يطالب بوتين بضمانات أمنية ملزمة قانونا بأن الناتو لن يتوسع شرقا أو يضع أسلحته بالقرب من الأراضي الروسية في سبيل خفض التصعيد وعند بايدن فإن أحدا لا يملك حق الفيتو ضاء مال أوكرانيا في الناتو هما موقفان متعارضان لكن ضبط النفس والالتزام بالهدوء ما يمكن الاتفاق عليه إن خلص الحوار إلى أجواء إيجابية ربما تفضي إلى طرح بوتين إمكانية عقد قمة أخرى مع بايدن ذلك على الأقل ما يمكن استنتاجه من كلام المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي عن رغبة أمريكية بتجنب دوامة أزمة في العلاقات يرى باحثون أن لدى الطرفين مصلحة في التقارب وإن كثرت الاستدراكات المتبادلة المهددة لهذه المصلحة خصوصا ونطمح موسكو باتفاقيات خطية كضمنات من واشنطن لا تتناسب مع الرؤية الأمريكية التي لا تعترف من نفوذ نهائي لمنافسها الدوليين على عكس حسم واشنطن كثيرا من مناطق نفوذها في المكسيك وجزء من أمريكا اللاتينية واستحالة السماع بنشر قوات صينية أو روسية هناك ولعله من الملفت أيضا أن يستبق بوتن القمة الافتراضية بقمة واقعية مع رئيس الوزراء الهندي نارين دامودي من نيو ديلهي مشيدا بالعلاقات الثنائية والصداقة الموثوقة كما وصف على أرضية أن روسيا مزود رئيسي للأسلحة إلى الهند وبين أهم العقود القائمة ذلك المتعلق بمنظومة S-400 الصاروخية الدفاعية والتي زعزعت العلاقة بين نيو ديلهي وواشنطن وحملت الولايات المتحدة على التهديد بفرض عقوبات كبحا لجماع روسيا وأن يكون الخلاف الأمريكي الروسي على مناطق النفوذ فإن أكبر قوتين نوعيتين في العالم تدركان بأن عواقب التصعيد وزيادة التوتر لا يعرف المدى الذي قد تذهب إليه محمد سليمان تي أرتي عربي ترجمة نانسي قنقر